القرآن الحكيم يقول إن الدين عند الله الإسلام والله هو الحق وهو يدعو إلى الحق وهو الإسلام الحياة بالنسبة لكل شيء بحاجة إلى أمرين إيجابي وسلبي مثل بدل الإنسان بدل الإنسان يبقى حيا بحاجة إلى أمر إيجابي مثل الهواء والماء وبحاجة إلى أمر سلبي يعني ما يوجبه دافع ورفع الميكروبات السامة والأمراض الخطيرة وإلا لا يبقى الإنسان حيا كل شيء حياته بحاجة إلى أمر إيجابي يحفظه وأمر سلبي يدفع ويرفع عنه ما يجب إطلافه المجتمع البشري هكذا المجتمع الإسلامي وهكذا المجتمع البشري ككل بحاجة إلى أمرين بحاجة إلى أمرين أمر إيجابي يهدي المجتمع البشري إلى الخطوط الصحيحة في مجال السياسة في مجال الإقتصاد في مجال الإجتماع في مجال العائلة في كل مجال وبحاجة إلى أمر آخر وهو الدفع ورفع ما يجب نقض السعادة للبشر الباطل هو الذي يجب نقض سعادة البشر البشر بحاجة إلى أن يألس عادتهم في شتى جوانب الحياة بحاجة إلى أن يعرفوا الحياة الصحيحة وبحاجة إلى أن يعرفوا الباطل الذي يوجب نقض الحياة الصحيحة ترجمة نانسي قنقر